السلام عليكم شاور جديد لكم فيديو جديد وهذا المرة عندنا هذه اللابتوب الاجبي اللي موديلها ما راح تشوفو راح ترك لكم اياه على الشاشة افضل ما اعرف اذا واضحتكم اولا مشكلة هذه اللابتوب انه ما تشوف اليو اس بي و ما تقلع من اليو اس بي باي شكل من الاشكال خلي ننزل الشاشة شوية باقي شكل ونشوفكم مشكلتها طبعا لو جينا شغلنا الجهاز وخلينا لفلاش وي افاي وحاولنا نبوت من قائمة البوت منيو من طريق الاف تسعة باجستر ايجبي طبعا مثل ما شوفون اخوان باي شكل من الاشكال ما شايفة اليو اس بي طبعا راح تقللي يو افاي يو اس بي ديفايس ممكن يقلع دست لك اياها مثل ما شوف ما ممكن يقلع عن طريق هذا الخيار ولو قفتنا على اعدات البياز ولو جربنا نعمل لود سيت اوب ديفولت رجعنا الادات الى اعدات المصنع وفتنا الى قائمة البوت اوبشن وحاولنا نوقف السكور بوت بهذا الشكل وجربنا مرة اخرى اف عشرة انتر اف تسعة بوت منيو ايضا مثل ما شوف ما شايفة الفلاش ديسك باي شكل من الاشكال طيب لو جربنا ام بي ار نطفي ونربط هذا الفلاش الام بي ار خلي نغير لعدادات الى الام بي ار لاتر باي اوز طبعا اللي ما يعرف الفرق بين الام بي ار واليو اي اف اي يقدر راح يطلع لك فيديو هنا او هنا على على الشاشة تقدر تشوفه حتى تفهم كل شيء يخص الام بي ار واليو اي اف اي ونرجع نكمل هالسه حاليا اذا اضافتنا على قائمة البوت اوبشن وجينا فعلنا اللقاسي سببورت مثل ما شوف سونا الى انابل وياس بهذا الشكل اف عشرة انتر اصر هنجي ندخل الى قائمة البوت منيو او قائمة الاقلاع شوف هون الثقل اللي جاي يصير بعملية الاقلاع اخوان وايضا مثل ما تشوفون ما عدنا اي خيار خص لفلاش طبعا منطقيا راح يجي لبالك انه المشكلة بهذا الجهاز هي مشكلة بايوز فجبنا فلاش وراح نقوم بعملية تحديث البيوز او يعادة برمج شريحة البيوز لهذا الجهاز عن طريق اليو اس بي واللي ما يعرف الطريقة كيف ايضا راح يطهر لك فيديو في زوايا الشاشة يخص عملية يعادة برمجة شريحة البيوز لاجنسة ايجبي الحديثة عن طريق عن طريق طبعا الفلاش فراح نجي نخلي هذا الفلاش اللي بي نظام البيوز لهذا اللابتوب ونجي طبعا نطف الجهاز بشكل كامل نربط الشاحن وندوس على زر الويندوز وحرف البي بهذا الشكل وندوس حرف البي ونجي نشغل الجهاز صوت الفان اشتغل بشكل اه صوت الفان جاي جيني الفان جاي تشتغل بشكل سريع دلال على انه ان شاء الله العملية نجحت. مثل ما تشوفون ايجبي بايز ابدات فديت عملية تحديث شريحة البيوز لجهاز ال ايجبي اللي امامنا. مثل ما تشوفون ايجبي بايز سيستم بايز ريكورد فيلد. طاني خطأ بعملية استعادة او اعادة تنصيب شريحة البيوز. صار ادنا مشكلة بعملية التثبيت. فهذا الشي دلالة على انه ما رح نقدر نعيد برمجة شريحة البيوز ال اوفر يو اس بي. هذا الشي دللنا على واحد من اثنين. يا اما الشريحة نفس همان البيوز متضررة بحيث ما اخذت النظام الجديد. يا اما صار خربطة او نوع من البات سكتر او نوع من التلف بمكان الخزن ويحتاج انه نصفر الشريحة بشكل كامل ونعيد برمجتها. فهذا الشي اللي راح نجربه سويا. طبعا راح نتم عملية برمجة شريحة البيوز عن طريق المبرمجة ونشوف اذا راح نحصل على نتائج مغيرة او لا. فخليكم تابعين. طبعا اكون ملاحظة حبيت انبه عليها. اذا تقول لي اذا ما اخذت النظام من الفلاشات وما قدرت تتحدث من البيوز ليش تفتح مصرف على الزبون. خلينا اه هارد اخر. قم بتنصيبه على جهاز كومبيتر اخر وخليه بالجهاز راح يقلع مباشرة من الهارد. احب اقول لك انه الهارد اللي عليها الاصلي هو هذا الهارد اعتيادي. وصاحبها يعني ابو مكتب اللي هو جابها على على يعني مركز الصيانة مالتنا ابو مكتب جابها مع هذا الاس اس دي اللي حاليا مرتبطة مرتبط بالكمبيتر هذا. هذا الاس اس دي اللي كان عليها اخذت وخليت على الكمبيتر ثاني مرن الصبتة جي بي تي ومرن الصبتة ام بي ار. وبدون نتيجة لانه الجهاز ما اه يعني قبل يقلع من الاس اس دي. ولو جينا الغريب بالمشكلة اشنو اذا وجينا خلينا الهارد القديم مالتها هذا. هذا اللي كان عليها هاشوفكم. مثل ما شوفون اللابتوب اقلعت من الهارد اللي كان عليها بالاساس قبل عمريت رابط الاس اس دي. وهذا من اغرب الامور اللي واجهتني صراحة لانه المفروض اذا ما جاي تقلع من الاس اس دي في حالة وجود نظام والنظام يو اي اف اي. فكيف تقلع من هارد اساسي على نفس النظام اللي هو يو اي اف اي. هذا الشيء صراحة اللي ما لقت لا تفسير. طبعا اه مضطرين انه نحن نعالج المشكلة لانه اللابتوب مثل ما شوفوها بطيئة جدا وجايتشتغل على ويندوز الثمانية والشخص يريد انه يشغلها على ويندوز اه عشرة فمضطرين انه نحن نعالج هذا الخلل فكيف رح نعالج طبعا حاولنا نعالجه عن طريق انه نعيد شحن البايز بواسطة اليو اس بي. بل مما نجاح الامر ويانه فنحن مضطرين ان نقوم باعادة برمجة شريحة البايز عن طريق المبرمجة فهذا الشيء اللي رح نسوي خليكم متابعين. تأكيدا على كلامي الهارد اللي عليها السلم من دخلت على اعداداته ودخلت على الخواص مال الهارد اللي عليها مثل ما شوفون جي بي تي. اخوان هسا بعد ما قمنا باعادة برمجة شريحة البايز ببسطة مبرمجة خلي نجرب مرة اخرى. نربط نظام بسم الله. جاهز اشتغل. خلينا نحاول نفوت على قائمة الاقلاع. مباشرة نلبوت من يوم. تمام. يعني البايز بني اول فتحة الى. خلينا نطفي البايز. هسا نجي خلينا نضبط الوقت والتاريخ. نروح الى قائمة البوت مباشرة. السكيور بوت نطفي. ونخلينا على الفي ما راح ناكتف اللاقاسي. ونقول الف عشرة انتر. وعن طريق الف تسعة. ونحاول ندخل الى قائمة الفي. هنا يقول لي يدخل هذا الكود لانه انت قمت بي اجراء تغييرات. فصفر خمسة صفر سبعة انتر. دخلنا الى قائمة الاخلاع. ومثل ما شوفون اليو اس بي هارد ديسك درايف ظهر امامنا. لو اختارينا بهذا الشكل. المفروض يبوت عندي من الفلاش. بوت من الفلاش مثل ما شوفون. وخلينا نحاول ان نصب ويندوز جديد. طبعا الاخوة اللي ما يعرفون كيفية اه يعادة برمجة شريحة البايز عن طريق المبرمجة. راح اترك لك فيديو راح يظهر امامك يا اعليمين يا اليسار في اعلى الشاشة. بتقدر ايضا نشوفها وتتعلم منه كيفية اعادة برمجة شريحة البايز. ومثل ما شوفون الجهاز بمشكلة اخرى ممكن تكون مشكلة اه يعني معالج الرسومات المدمج داخل المعالج لانه هذا الجهاز ما بي يعني معالج بيانات خارجي يعني معالج رسومات خارجي عذرا. فبيها مشكلة اخرى اما بالمعالج اما بمعالج الرسومات. ولكن المشكلة الاولى تقريبا ان احنا حليناها هي مشكلة عدم ظهور اه الفلاش بقايمة الاقلاع. وظهر امامنا مشكلة اخرى. راح احاول ابلغ الزبون اذا اه قال لي اه ممكن يصير خلل خينجرب مرة اخرى مرة اخرى خليه انطفي وانشغل مرة اخرى ممكن يكون خلل عرضي. خينحاول انبوت من قايمة الاقلاع مرة اخرى. انضرب عندي البرنامج. تكررت المشكلة اخوان عندنا اعتقد هاي المشكلة سببها اما المعالج اما الرامات. فرح اقوم بحل هاي المشكلة بعد ما اخذ اذن من الزبون. فرح ابدى الرام واحاول مرة اخرى اذا ما استعدل الجهاز فممكن يكون المعالج الخاص بهذا اللابتوب بمشكلة. ما راح اقدر اخطأ اي خطوة اذا ما ارجع للزبون. طبعا اجتبالي فكرة اخوان بما انه احنا البايوز اللي نزلناه من شركة ايج بي بعد ها موجود بالفلاش خلي نجرب نعيد شحن شريحة البايوز او نعيد برمجة شريحة البايوز عن طريق اليو اس بي بالسوفتوير الاصلي اللي جاي من شركة ايج بي فخلي ندوس علامة او دكمة زر الويندوز مع زر البي ونشغل الجهاز وندخل في وضع اعادة برمجة شريحة الوايز ونشوف ممكن انهم مشكلة انحل ويانا. مثل ما شوفهم بلشت عملية اعادة اه برمجة شريحة البايوز بالنظام الاصلي اللي نزلناه من شركة ايج بي. خليكم تابعين. خواه مثل ما شفت عملية عادة برمجة شريحة البايوز تمت بنجاح. وحاليا الجهاز جاي يعيد الاقلاع. وجاي يكمل عملية الفلاشنج مثل ما شوفون. على خلاف العملية اللي كانت قبل اعادة برمجة شريحة البايوز كانت متكمل وينطيني ارر. حاليا كل شي اه ماشي بالاتجاه الصحيح. فون. نعمل لكلير لالتي بي. ام. انتر. كل شي تم على اعادة برمجة شريحة البايوز ما ما شفتم. ننتزع الفلاش حاليا. ونجي ندخل الى البايوز حاليا. نخلنا للبايوز. خلي نجرب نقلع من الفلاش مرة اخرى. خلينا نضبط التاريخ والوقت. صفر سبعة. اعطي. يا باشي. البوت اوبشن. وقف من الالسكيور بوت. بهذا الشكل. ونقل لها اف عشرة. انتر. حاليا على الاف تسعة. راح نبوت من الفلاش. متل ما شوفون اقلعت ويانة بشكل صحيح 100%. اذا السوفتوير او الملف اللي نزلناه من النيت. كان باشكال او عدم توافقية. بعد ما قمنا باعادة برمجة على الشريحة بوسط المبرمجة. اشتغل الجهاز. انحلت بي مشكلة الاقلاع. ولكن صار بي مشكلة التبويت. يعني صارت اصر بي مشكلة انه شاشة تشوه اثناء عملت الاقلاع. هاي المشكلة ايضا حلناها عن طريق انه قمنا باعادة برمجة شريحة البايوز عن طريق النظام الاصلي اللي يجي من شركة ايج بي. خلناها على الفلاش وقمنا ببرمجة اوفر يو اس بي. وهنا نكون حلنا كل مشاكل هذا الجهاز. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من العجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. يجب كم اشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يشتركوا في اعلان اشتركوا في القناة